لقد فعلتها ايران والبيت الابيض يدعو قيادات الكونغرس لاجتماع لاطلاعهم على الموقف مع ايران ايران اذا تعلن اسقاط طائرة امريكية مسيرة حيث اعلن الحرس الثوري الايراني اسقاط طائرة تجسس امريكية مسيرة لدى اختراقها المجال الجوي لايران وسط تصاعد التوتر بين البلدين ومخاوف عالمية من نشوب حرب بينهما وقال الحرس الثوري وفق ما اعلنه التلفزيون الرسمي الايراني ان الطائرة المسيرة وهي من طراز اغلوبالهوك تم اسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري جنوب ايران من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الامريكية بيل اوربان انه لم تكن هناك اي طائرة امريكية في المجال الجوي لايران غير ان مسؤولا امريكيا طلبا عدم نشر اسمه كشف اليوم ان طائرة عسكرية امريكية مسيرة اسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح جو ايراني اما الرئيس الامريكي المستفز للغاية فقد ادلى بتصريحات مهمة قال فيها ان ايران اخطأت باسقاط الطائرة وقال سنحدد الرد قريبا في التفاصيل اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان ايران ارتكبت خطأا جسيما باسقاطها طائرة امريكية مسيرة وقال ان شكل الرد سيحدد قريبا بينما تصر ايران على ان الطائرة كانت تحلق في اجوائها وقال ترامب ان ايران ارتكبت خطأا كبيرا وان الطائرة المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي عند اسقاطها ولدينا ما يوثق ذلك واضاف ترامب انه لا يشعر ان ادارته تدفعه نحو الصراع وانها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات وعندما سئل عن شكل الرد على ايران قال ستعرفون قريبا واوضح الرئيس الامريكي ان الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة واعتبر ان الامر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة وقال ايضا ايران ربما اسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ ربما يكون شخص غبي فعل ذلك كما ذكر مسئول في البنتاج ان الوزارة قدمت عدة سيناريوهات لرد عسكري ضد ايران ومنشآتها وان القرار الان بيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقبل ساعات قال ترامب في تغريدة مقتضبة ان ايران ارتكبت خطأ جسيما وعلى صعيد سياسي حراك بواشنطن في كلمة لها بالكونغرس قالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيولسي ان بلادها لا ترغب في خوض حرب مع ايران مضيفة ان عشرين مشرعا سيحصلون على افادة بشأن الوضع الخطير في ايران واعتبرت ان ترامب لا يريد الدخول في حرب مع ايران وان الشعب الامريكي بدوره لا يريد ذلك وقالت ان على ادارة ترامب ان لا تتصرف بتهور وان تدافع عن مصالحنا بشكل قوي واستراتيجي اما السيناتور الجمهوري لانزي جراهام فقال للصحفيين بالكونغرس انه من الواضح ان الطائرة اسقطت فوق المياه الدولية مضيفا يجب ان لا نخضع لايران فذلك سيشجع كوريا الشمالية واراء جراهام انه يجب اتخاذ اجراءات رادعة ضد ايران وانه يجب ان يكون اي اتفاق معها في صالح بلاده وتابع لن نذهب لمغامرة دون ان نعرف ماذا سنفعل واعتبر السيناتور الجمهوري ان ايران تحاول اختبار ترامب وانهم اذا تمكنوا من العبور من هذا الفعل فان ذلك سيشجع التصيد وجاءت هذه التصريحات بالتوازي مع عقد مجلس الامن القومي اجتماعا رفيع المستوى بالبيت الابيض بشأن ايران وبحضور مسؤولي وزارة الدفاع وبثت وزارة الدفاع البانتاجون تسجيل فيديو قالت انه يوثق عملية اسقاط الطائرة بصاروخ من الحرس الثوري الايراني وقدم قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الامريكية الجنرال جوزيف جاستيلا احاطة للبنتاج عبر الهاتف واوضح فيها موقع اسقاط الطائرة فوق خليج عمان واوضح الجنرال ان الطائرة المسيرة كانت تقوم بعملية استطلاعية في اطار عمليات رصد حرية الملاحة وان الهجوم عليها غير مبرر لانها لم تخترق الاجواء الايرانية حيث تم اسقاطها على بعد 34 كيلو متر من الساحل الايراني وسقطت في المياه الدولية وقبل ساعات قالت القيادة المركزية الامريكية التابعة للبنتاج في بيان ان اسقاط الطائرة عمل استفزازي وهجوم غير مبرر على اجهزة المراقبة الامريكية العاملة بالمجال الجوي الدولي ونفت وجود اي طائرة مسيرة امريكية تعمل في المجال الجوي الايراني كما نقلت قناة الحر عن مصدر في الوزارة لم تسمه ان الطائرة كانت في مهمة استطلاع وعلى مسافة 17 ميلا من الاجواء الايرانية وقال مسئول امريكي لرويترز ان موقع حطام الطائرة موجود في المياه الدولية بمضيق هرموز وان قطعا بحرية توجهت للموقع بما يناقض رواية ايران ونقل موقع الدالي باست عن مسئولين امريكيين ان ترامب اكد مجددا ان ادارته لا تسعى لحرب مع ايران وانه طلب سرا من مستشاريه تخفيف حدة التصريحات بشأن ايران وفي المقابل هناك رواية ايرانية مختلفة كان الحرس الثوري الايراني قد اعلن صباحا ان الطائرة وهي من طراز امي كيو اربع سي تم اسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجو فضائية للحرس الثوري جنوب ايران وان الطائرة كانت تتحرك في سرية تامة عندما تم اسقاطها وحذر قائد الحرس الثوري حسين سلامي من اي اعتداء على ايران قائلا ان اسقاط الطائرة المسيرة حمل رسالة واضحة لواشنطن وقال وزير الخارجية جوارد ضريف في تغريدة على تويتر ان الولايات المتحدة تشن ارهابا اقتصاديا على ايران وتكذب بشأن الطائرة من جهدها قالت الخارجية الايرانية في بيان لها على امريكا معرفة اننا سندافع بقوة عن سيادتنا واننا لا نريد زيادة التوتر لكننا مستعدون له نأمل ان لا يكرر اعداؤنا مثل هذه الاخطاء الاستراتيجية وواشنطن تتحمل مسؤولية اي تدعيات قادمة واضافت الخارجية الايرانية انها قدمت شكوى رسمية للامم المتحدة بشأن انتهاك واشنطن لمجال ايران الجوي من جهة اخرى قال الامين العام للامم المتحدة ان العالم لا يحتمل مواجهة في الخليج ودعا كل الاطراف الى ضبط النفس وفي موسكو حذر بوتين من ان استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد ايران سيعجج العنف ويؤدي الى تدفق محتمل للاجئين وقال ان الولايات المتحدة تقول انها لا تستبعد استخدام القوة سيكون ذلك كارثة على المنطقة واضاف الرئيس الروسي ان موسكو تعتقد ان طهران ملتزمة تماما بالاتفاق النووي ووصف العقوبات على ايران بانها لا تستند الى اي اساس وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترا كبيرا وسط مخاوف عالمية من احتمال وقوع حرب اقليمية ولسيما بعدما اعلن البنتاج الاثنين الماضي انه سينشر الف جنبي امريكي في الشرق الاوسط كما اكد وزير الخارجية الامريكي في اليوم التالي ان الحجر العسكري الامريكي في منطقة الخليج يهدف فقط الى ردع ايران فيا ترى هل ستندلع الحرب ومتى وما هي نتائج تلك الحرب ان وقعت